الخبر الأول اللي عادنا عن نارين بيوتي وليش صارت تبجي فنارين بيوتي نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات كان بها هذه الصورة اللي كانت تتبجي بها كأنه وبهذا السورة هي كانت تكاتبة بي اس اوكي بين قوسين عادي لكن مش رح تسبب البكاء والمتابعين صاروا يحللون من عدهم فأول تفسير صاروا يقولون انه هي تريد السافر ولكن راحت عليها الطيارة أما بالنسبة للتفسير الثاني فيقولون ان هي رسبت باختبار السياقة أما بالنسبة الثالث تفسير فيقولون سبب البكاء هو اشتياقها الموفلوكس لماذا تعرفون ان يحبون بعض ولكن الصراحة ما توقع هذا الشي عليكم نكتبونا بالكومنتات شو تقولون سبب البكاء الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عادنا هو نور مار فالنور رزع لحسابها بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذه السوريات يقول بيها بحاليين يلا خلص التصوير ويا أنوار مار خليكم متحضرين إلى باجر الساعة بالأربعة رح ينزل المقطع على القناة الأساسية رحضكم هذه السوريات شوفوها يا جماعة وكرا فيديو نور الله خلص التصويره حيكون شي خرافي خليكون جايزي بكها الساعة أربعة قناة الأساسية هو بايبي أما نوريوتيوبر الثاني اللي عادنا فهو مرسال فمرسال نزع له سبب الإنستجرام شوية ستوريات وللشاني نرد بها على ما يتجمال بعدما هي سببتها باللايف فصارت عليه ويقول ان هي بلا شرف ستقول ان الانس بيسان هو دازلتهم عليه ويعلن انه حضر لهم مفاجأة وصار يسببهم رحضوكم كل السوريات شوفوها إذا رديت رح تقولوا مرسال عم يرد على بنت وعم يستقوي عليها وزا ما رديت رح تقولوا ساكت وخايف يعني شو عمل على الأن لا حرد بس حرد الطرفين يعني اللي بيقولوا لا ترد رح ينبسطوا واللي بقولوا رد كمان رح ينبسطوا هلا بنت صراحة شفت قصة أنا وكانت القصة كتير مخزية يعني البنت كانت عم تحاول تجي تساوي حالة انه هي حدا منيح فللأسف يعني لعبت مع الأشخاص الغلاط وانكشفت انه هي واحدة مش منيحة هلا فيني رد هلا وقول انك انتي واحدة زبالة وواطية وقليلة أدب ومش محترمة بس عيب انتي بكا بنت لازم واحد يحكي معك بطريقة محترمة يا بنت الناس الله يسامحك روح يراجعي نفسك سكري حساباتك على السوشال ميديا خلي الناس تنسى أصدق شوي بعدين رجعي يفتحي صفحة وحكي وبرري هلأ منظري كتير شنين بالنسبة للطبلين اللي عبوكي علي هدولي حسابهم بعدين مو هلو الخبر الثالث اللي عادنا عن فضيحة بيسان اسماعيل وهي بدون ملابس بتشر هذا المقطع على التيك توك وبهذا المقطع تشان كاتبين عليه فضيحة بيسان مع أنس الشاير فبيسان اسماعيل كانت بدون ملابس وأنس شاير قاعد يصورها متما شايفين ولكن الصراحة مادر هذا الفيديو شو نتسرب وليش هو أصورها فاكتبوني يا حبايب بالكومنتاج شو لكم هذا الموضوع فضيحة بيسان بدون ملابس ويتتوقعون أنس الشاير هو اللي فضحها وهو يسرب لهذا الفيديو على الانترنت الخبر الثالث اللي عادنا عن طارق الباشا وفضيحة الماية جمال فماية جمال مبارحة باللايف فيه والخير وفما التعامر صارت السبع على شرف طارق طارق كلش عصب من هذا الموضوع وننشر لها مقطع زائر ثمانتاش رأطيكم ربط مقطع بالوصف الكل راح يشوف عمو يشوف المقطع زائر ثمانتاش فرح يشوفوها مع متفتهمون القصة بالكامل الصراحة متشتر تنشر الفيديو ولكن طارق الباشا هو أقرر عصب يعني فقررني لنشر الفيديو فرابط مقطع بالوصف رح يشوفوه رح يشوفو فيديو بالكامل وعدد تنسوني حبايب أن تتفون عليها بالكومنتات الخبر الخامس اللي عادنا عن نورستار وليش صارت تبتي فنورستار نزلت على حسابها باللينستقرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات قد تقول بها أنه هي كلش مقهورة وما ليس على السبب لأنها هلا طلعوا وهي إلا لما طلعت بياهم رأتكم هذه الستوريات شوفوها معمو تفتمون أكثر أنا حاليا جدا 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 يعني مقهورة ليش لأنه قائز أهلي طلعوا راحوا مطعم يجنن على البحر يأكلون أكل رائع وأني حاليا كلش جوعانة وميتها من التعب بس ما طلعت اليوم خطوة من البيت لليل بارحة قلت راح أكثر رجلي إذا أطلع خطوة من البيت بدون ما أنزل فيديو يوتيوب والتزمت بالوعد حاليا ندخلص أعداد الفيديو أحبكم وبس الله يا حبائي بنصلنا لها المقطع طبعا نتنسوا للمقطع طارق باشا بالوصف ولتنسوا لحبائي بحطونا اللايكات المقطع شوية هاي الفترة ندعم من قناة نازل فاتمنا يا حبائي بنو تحطونا اللايكات وبنفس الوقت يا حبائي بحاب أقول لكم أنه إحنا اليوم راح نبث بث على اليونو بعد نص ساعة من هذا المقطع أول ما راح ينزل بعد نص ساعة هنبث على اليونو رابط اسمنا باليونو راح يكون بالوصف وأول تاريخ وبس مع السلامة